عمليات الاقتحام المتطرفين لباحات الحرم الإبراهيمي في الخليل وعلى أي حال هذا ليس الاقتحام الذي نتحدث عنه إلى منطقة باب الزاوية أو حتى إلى شارع بئر السبع هم سيدخلون إلى مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أي مناطق ألف مناطق H1 وهذه الصور التي تشاهدونها الآن هي لمجموعة من المستوطنين المتطرفين الذين تجمعوا من مستوطنات الضفة الغربية جاءوا من مدينة القدس المحتلة وكذلك من مناطق مختلفة من المستوطنات سواء المقامة في الخليل على أطرافها أو حتى في الضفة الغربية للمجيء إلى هذه المدينة التي يعتبرونها لها أهمية كبيرة ما بين المدن الفلسطينية وربما هي أهم مدينة تاريخية بالنسبة لهم ودينية الصورة الآن معكم لمجموعة من المستوطنين المتطرفين الحاخمات وكذلك المتدينين هذا سنار جدار الحرم الإبراهيمي لا يسمح لأي فلسطيني لأي مسلم لأي عربي أن يقترب من هذا المكان وبينما يسمح للمستوطنين المتطرفين بأداء صلواتهم على جدار الحرم وحتى هذا المكان يمنع على الفلسطينيين أن يدخلوه في أي زمان وفي أي مكان هم قسموا الحرم الإبراهيمي إلى تقسيم زماني ومكاني يغلقونه لأكثر من عشر مرات في العام الواحد وكذلك يدخلون إليه يستبيحونه ويدخلون إلى باحاته إلى ساحاته وقبل فترة قام المستوطنون خلال أعيادهم بتقطيع أسلاك مكبرات الصوت وهذا لمنع رفع الأذان بحجة أن الأذان يزعجهم الأذان يزعج المستوطنين المتطرفين هي قضية متشعبة مرتبطة ببعضها ما بين الأذان ما بين الاقتحامات ودخول المستوطنين إلى القسم الذي تم أخذه عنوة عام 1994 عندما قسمت لجنة تصمى لجنة شيمغار عام 1994 وقمت بإعطاء قرابة 65% لليهود للمستوطنين المتطرفين وفي المقابل أعطت المسلمين قرابة 35% ونحن نتحدث عن إغلاقه بشكل مستمر نتحدث عن تفتيش وعن إجراءات قمعية تقوم بها قوات الاحتلال وهذا لحماية المستوطنين المتطرفين هذه صور مباشرة من بحات الحرم الإبراهيمي تتكرر بشكل يومي أرى أن الأعداد متوسطة التي تتوافد على هذه المنطقة أرى كذلك حافلات تقل مستوطنين متطرفين سواء من مستوطنة كريات أربع رماتيا الشاي إبراهام أفينو بيت حداسة بيت لمانو وكذلك المستوطنين اقتحام الحرم الإبراهيمي هل من دلالة معينة تجعلهم يستهدفون منطقة باب الزاوية وشارع بئر السبع يعني هم يعتقدون أن هذه المدينة هي مدينة تاريخية وكان رئيس وزراء الاحتلال السابق بن يمين نتنياهو تحدث عن الخليل وتحدث عن القدس وإن سألت لماذا الخليل ولماذا القدس وعمليات الاعتداء وعمليات الاقتحام لهتين المدينتين رمزية كبيرة عند اليهود وفي معتقداتهم بن يمين نتنياهو مثلا قال سابقا إن كانت القدس عقلنا فالخليل قلبنا ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون قلبه لن نترك هذا المكان لن نجعل اليهود والمستوطنين أن يغادروا الخليل مهما جرى حتى لو انسحبت إسرائيل من حدود عام 1997 سنبقى في الخليل الخليل هي مدينتنا ومدينة اليهود هم يعتبرونها بأنها مدينة يهودية تاريخية بالنسبة لهم ويعتقدون كذلك أن هذا المكان لهم ولا علاقة للمسلمين ولا للعرب يحاولون تسويقه في العالم بالرغم من اعتراف اليونيسكو عام 2017 بأن هذا المكان إسلامي تاريخي تراثي البلد القديم كذلك وبالنسبة للحرم الإبراهيمي لكنهم على عكس ذلك يسويقونه على أنه إسرائيلي ويقومون أيضا بتحويله وبتغيير معالمه قبل فترة كانت هناك مصادقة على إقامة مصعد كهرباء على جدار الحرم الإبراهيمي هذه حجارة عمرها سنار ألاف السنين كيف يمكن تغيير معالم الحرم الإبراهيمي أقاموا بوابات تفتيشية كذلك أقاموا بوابات تفتيشية غيروا معالمه بالكامل ويحاولون أيضا شق طرق وكذلك يحاولون السيطرة على كل هذه المناطق وتعلمين تماما أن منطقة الحرم الإبراهيمي المنطقة الجنوبية هي خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وحسب التقسيم الذي جاء في بروتوكول الخليل الذي وقع عام 97 يعني البعض الساسة الفلسطينيون قالوا هذا خطأ كبير بأننا وقعنا ببروتوكول الخليل H2 و H1 سيطرة كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة H2 وهذا يعني بأن السلطة الفلسطينية أجهزة الأمن لا تستطيع الدخول إلى هذه المناطق إلا بتنصيق وبينما جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل إلى H1 وهي خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بكل ألحية نعم نحن نتحدث بأنه يعني علمت من بعض المصادر ومن الارتباط بأنه سيتم اقتحام الخليل تحديدا منطقتين بئر السبع وكذلك باب الزاوية في تمام السادسة بتوقيت مدينة القدس المحتلة ليدخلوا إلى أماكن هناك يعني يعتبرونها بأنها لهم وتحديدا يعني قبر عطنائل بن كنز المقام في منطقة شارع بئر السبع لأداء صلوات تلمودية هذا يؤدي إلى إغلاق المنطقة بأكملها نقطة هامة فقط يجب الحديث عنها سينار تتعلق بهذا الموضوع نحن نتحدث بأننا يعني تقريبا على بعد سويعات من عيد الأضحى المبارك وهذا يوم وقفة كما يعرف وبالتالي الناس تنزل إلى الأسواق سيغلقون الخليل بأكملها تحديدا عند المنطقة الجنوبية من وسط المدينة باب الزاوية وشارع بئر السبع وهذا سيؤثر إذن يعني المكان له دلالة والتوقيت أيضا له دلالة